من هو الدكتور تركي الحمد؟ أنا أرى نفسي كإنسان يحاول أن يعبر عن ذاته يعبر عن مجتمعه يعبر عن ما يشعر به تجاه هذا المجتمع يعبر عن ما يدول في ذهنه من أفكار أما كيف يصنف هذا؟ هذا شيء أتركه طبعاً مترك للآخرين أنت لا تصنف نفسك لأن الذي يقول عن نفسه أنا مثقفة وليس مثقفة ما تلاحظ أنه عندنا مشكلة إحنا في المسميات؟ مع مرور الزمن مثل هذه التصنيفات الذي يستحق التصنيف يعني أن يقال عنه مثقف أن يقال عنه مفكر فيلسوف إلى آخره تبقى يعني لو ننظر مثلا إلى فلاسفة أوروبا أو إلى فلاسفة الغرب أو إلى فلاسفة العرب الذين انتهوا الفيلسوف الحقيقي المفكر الحقيقي ما زال يدعى بالمفكر هذه تبقى لكن تصنيفات المرحلية هذه تنتهي يعني أنا ما يقول حبل الكذب قصير ولو يمكن هذا غير مناسب ولكن الزمن كفيل بالفرس طب السادي بدأت حضرتك بالكتابة بجريدة الرياض نعم وخرجت بعدها الكتابة في صحيفة الشرق الأوسط نعم وكنت أول من أتقد الجابري في ذلك الفترة كيف تتصف خروجك من جريدة الرياض إلى صحيفة الشرق الأوسط؟ والله طبعا ما ليس هناك شيء مهم في هذه الدرجة كان يعني سبب الخروج من جريدة الرياض إلى جريدة الشرق الأوسط لأنه كانت أحداث حرب الخليج أو أيام احتلال الكويت في تلك الأيام فأنا كنت من المعجبين جدا بل من المسحورين بمحمد عبد الجابري رحمه الله طبعا ما زلت مجمع به كمفكر كمقدم مشروع معين إلى آخر ذلك ولكن في وجهة أنه في تلك المرحلة في تلك الفترة أن الجابري المثقف فجأة يتبين بأنه الجابري المؤدلج يعني في تلك الأيام كتب أذكر يعني كتب سلسلة مقالات حوالي سبع مقالات يمتدح فيها صدام حسين وما يجري في العراق وأن الحرب منتهية لصالح القومية العربية إلى آخر ذلك أنتما أقارن هذا الكلام ما يكتبه في جريدة معينة جريدة مغربية بكل هذه الأدلة جاءوا قارنه بما كتبه بكتبه الضخمة والثرية والتي كنا من المعجبين والمتأثرين بها صدمت صراحة يعني كانت هذه نقطة فاصلة نقطة فاصلة كيف أن المثقف العربي ما زال منغامسا في الأيديولوجيا لا يستطيع أن يفصل بين ثقافته وبين الأيديولوجيا التي تلعبه من الداخل أو انتمائه العزبي طبعا هو كان عضا في الاتحاد تذكر في حزب الاتحاد الاشتراكي أو حاجة من هذا النوع ففجئت بهذا الشيء فبدأت أكتب المقالات قيل لي في تلك الأيام أكتبها بجريدة طبعا تصل إلى الجابري وغير الجابري يعني جريدة منتشرة دوليا الرياض طبعا جريدة رصينة ورائعة وكل شيء ولكنها مهما كانت تبقى في الإطار المحلي فانتقلت لكتابة مقالات وانتقت فيها الجابري وموقفه إلى الشرق الأوسط واستمرت العلاقة طبعا بهذا الشكل كيف باتت علاقتك مع الجابري بعد هذه السلسلة المقالات؟ أساسا الجابري طبعا قبل تلك الفترة لم أعرفه شخصيا أعرفته لاحقا أعرفته لاحقا وكانت علاقة شخصية معجبة بكتاباتها وكل شيء ولكن زي ما قلت لك كانت خضة كانت هزة كانت نقطة حاسمة فعلا أنني اكتشفت يعني ليس بسل جابري المثقف العربي عموما كيف لا يستطيع أن يفصل ما بين انتمائه الحزبي وما بين ما يقدمه من ثقافة يعني فعلا هي إضافة للثقافة العربية وهذا ما يختلف فيه المثقف العربي بشكل عام إلا ما نذره عن المثقف الأوروبي المثقف الأوروبي صاحب موقف حتى لو كان حزبيا صاحب موقف تجدين موقفه السياسي لا يتأثر أو يعني أو موقفه الثقافي لا يتأثر من موقفه السياسي لا يحاول هذه الازدواجية لا تجدينها عند المثقف الأوروبي من بين ما يحفظ لكم موقفكم الصلب تجاه التيارات الأصولية على عكس من يوصفوا بتيار الحداثة لأنهم يعني جاملوا في أوقات يعني من هذه التيارات كيف تصف عدم مجاملتك وإصرارك على عدم الثقة بالإسلامويين بينما هناك من تعاون معهم في فترات مختلفة وأحسن الظن يعني وأحسن الثقة بهم هل يعني أنت تشوف أنها مشكلة راجعة للوعي نفسها الوعي الشخصية نفسها يعني كحداثيين أو كذا أم إلى حسابات يعني شخصية ومنافع أنا أقولك إياها بالصفة عامة أعطيك إياها من الآخر كما يقولون وبعد يوم ممكن نتكلم بالتفاصيل أنا لا أثق بمن يمزج الدين بالسياسة لأن لكل مجاله الدين واضح وسريح الدين علاقة بين الفرد وربه الدين أخلاق الدين سلوك فردي أخلاقي أما أن تأتي بالدين وتنزله من عليائه ليمتزج بالسياسة اللي هي فن الواقع فن إدارة الأمور السياسة متغيرة الدين غير متغيرة الدين مبادئ عامة وثابتة السياسة تتغير كل يوم حليف اليوم قد يكون عدو الغد قد قد إلى آخره السياسة مسألة مصالح فعندما يأتي أحدهم ويمزج الدين بالسياسة فأنا أفسدت الدين وأضعت السياسة لا كسبت ما يمكن أن تعطيني إياه السياسة ولا كسبت أيضا ما يمنحني إياه الدين من حياة روحانية وراحة نفسية وعلاقة بيني وبين ربه أهداف هذا الدمج ما بين الدين وسياسة لشخصيات حدثية يعني نحن نتكلم أشي يكون بعدها هل هي لعبة سياسية لعبة سياسية ودائما اللعبة السياسية إذا أدخلت بها الدين تحولت ضدك يجب أن لا ننسى دائما أن الدين سلاح ذوح الدين يعني من الممكن أن تستخدمهم اليوم لصالحك ولكنه ينقلب ضدك وهذا رأينا في تاريخنا الحديث يعني عندنا التجربة الإيرانية عندنا التجربة السودانية عندنا التجربة الجزائرية يعني تجارب كثيرة تقول لك لا تدخل الدين بالسياسة نعم أحترم الدين على عيني وراسي ولكن لا تنزجه بالسياسة ومع ذلك بقي الدين أسهل وصيلة للوصول إلى الجماهير لماذا؟ لأن الجماهير إذا دغدغتها بالدين دغدغتها بأن هذا قول الله وقول الرسول وفق طبعا خطاب معين وفق تفسيرات معينة ينجرف وراءك لكن لو كلمت بخطاب العقل لن يأتيك أحد لأن المشكلة أن الجماهير وجدانية فلأجل ذلك أنا لا أثق بمن يمز جدا بالسياسة أحيانا يقال لي طيب ليش ما تحاول أن تهدئ مثلا مع التيار الإسلاموي تحاول أن تهدئ معه للوصول إلى مرحلة معين لا من البداية الذين هدئوا مع الثورة الإيرانية ما الذي حصل لهم في النهاية؟ انتهوا وهذه إيران أمامنا الآن مصدرة للإرهاب باسم تصدير الثورة وإلى آخره فأنا لا أثق لا أثق تماما بهذا الشيء هل تعتقد أن مثلا من المثقفين من يعني يمارس مثل هذا الشيء بالمجاملة نعمل انتهازية الآن؟ هي انتهازية هي انتهازية يعني المشكلة أن السياسة في كثير من الأحيان لا تخل من انتهازية إن كان هو يريد أن يكون انتهازية البعض يقول أن الانتهازية جزء من السياسة ممكن ممكن أن تكون انتهازية جزء من السياسة كممارسة احترافية بعض المثقفين بل الكثير منهم جارت تيار الإسلاموي عندما أتى كي يكتسب جماهيرية كي يصل إلى سلطة معينة إلى آخر ذلك أنا لا أسعى لسلطة ولا أبحث عن جماهيرية طيب مسألة التضامن ما بين الطرفين ما بين الإسلامويين وما بين المثقفين الحداثيين يعني هل تعتقد أن هناك نوع من التفاهم بأن كل طرف يكسب من الآخر؟ لا يسبب يعني الإسلاموي أيضا بيستفيد من التحالف أيضا أو التفاهمات نعم إذا كانت القضية تحالف سياسي هذا مرفوضا هذا مرفوض لأن القيم السياسية للإسلاموي تختلف عن القيم السياسية للحداثي اختلاف جذري هناك من المثقفين من يعني يكون متفق سياسة مثلا الإخوان المسلمين سياسيا لا طب هذه التحالفات سياسية أحكم عليها من الجانب السياسي يعني ممكن لو كان في انتخابات نفترض نقول مصر وكان هناك تيارات عدة وكان هناك أحساب فيتفق مثلا حزب الإخوان المسلمين مع الحزب الشيوعي حتى لتحقيق أهداف انتخابياتي تبقى سياسة تبقى سياسة ولكنها بعد ذلك ستنفرض لأنها يعني تحالف مرحلة لا أكثر وهذا ينفرض لا أنا أتكلم عن التبرير للإسلاموية من قبل تيارات مثلا تيارات حداثية أنا أعتقد أنه يغالط نفسه لأن قيم الحداثة تختلف عن قيم الإسلامويين هل حاول من تنظيم من الإخوان المسلمين من يستقطبك؟ لا كنت حالة ما يؤوس منها كنت حالة ما يؤوس منها السال عبد الله الغذاني لم يعترف بك روائي وصف الغذاني الليبرالية السعودية أنها موشومة هل تعتقد أنها وجهة نظر علمية أم أنها وجهة نظر سياسية؟ والله طبعا الدكتور عبد الله يعني أحترمه لا شك وهذا رأيه يعني وأنا دائما أسأل هذا السؤال ما رأيك أنه ما يعتبرك روائي؟ هذا راجع له يعني هذا شيء راجع له فأنا دائما أقول أنا دائما أقول أنه ليس النقاد الذين يحكمون على أنك روائي أو غير روائي الذي يحكم هو بقاء العمل الأدبي بقاء الطرح الفكري أما بالنسبة للليبرالية إحنا بالمملكة العربية السعودية من الجيد إذا كان عندنا فكه الليبرالي ولو بسيط لأنه لاحظ المملكة العربية السعودية المجتمع السعودي بالذات ما قبل الصحوة أو ما يسمى بالصحوة أنا أسميها الغفوة على فكرة ما قبل الصحوة وهو طبعا مجتمع مسلم وكان مجتمعا مسلما مسالما متعايشا ما غير صحيح جاءت الصحوة وأخذت تضخ به تضخ به أفكار الكراهية ورفض الآخر وعدم موالاة الآخر وحتى نشأ جيل كارح لكل شيء كارح للآخر سواء الآخر الأجنبي أو الآخر الاجتماعي وكل هذه الأشياء فعندما يبرز تيار الليبرالي طبعا حاول الجميع تشويه مفهوم الليبرالية مع أن الليبرالية مفهوم جميل لا تحني ما يقولون طبعا هم يصنفونها فساد أخلاق وواء إلى آخره فهذا على الهامش يعني لو كانت الليبرالية بهذا الشكل كيف سطعت أمريكا والأوروبا أن يسيطروا على العالم بليبراليتهم هذا كيف أصبحت أمريكا والغرب عموما هو الملجأ لكل من عانى ابطهادا في بلده فذهب هناك ومنح عقوقا صحيح في أشياء معينة وهذا لكن الليبرالية تحكمها ثقافة المجتمع أيضا فنجح الموضوعنا من الجيد لو كان هناك نبتة لبرالية في مجتمع بهذا الشكل عانى من الصحوة الشيء الكثير وعانى من الحق الديني المزيف أقولك يا عانى منه الكثير من الجيد أن يكون هناك نبتة هل هناك تيار لبرالي في المملكة فيه ولكنه ما زال ضحيفا وما زال ينمو ولكن المستقبل أنا باعتقادي له لماذا؟ لأن الليبرالية تتسع للجميع كما هي متسعة للجميع في أوروبا في أمريكا في غيرها بشكل معين فلما يأتي مثلا الدكتور عبدالله ويسفها بالموشومة ولو أني صراحة يعني لا أدري ماذا يقصد بالضبط وما يدور في عقله عندما يقوله موشومة ولكن برضو نرجع ونقول هذا رأيه وله الحق أن يضرح رأيه ويقول ما يقول ولكن أن ينفي وجود لبرالية ينفي وجود لبراليين في المجتمع السوداء أنا أعتقد هذا الخطأ من ناحية موضوعية أما رأيه فهو له فهو حر به لو نجي لجانب الفكر للدكتور تركي البعض يرى أن حضرتك يعني يجب أن نقول مثالي وحالم في أفكارك أو نسمي أحيانا متقف رومانسي يعني في نظرة للقضايا نظرة للمنعطفات السياسية وليكن وليكن يعني إن لم نحلم الحلم هو البداية لو فردا قرعنا مثلا كتابات جان جاك روسو ولا مثلا كتابات فولتير ولا كتابات آخرين في وقتها لقلنا هذه كتابات رومانسية حالمة مثالية كما تصفينا طب ليكن ليكن قد لا نحصل عليها كلها ولن نحصل على المثال ليس هناك مثال لأنه لو أصبحنا وصلنا إلى الكمال توقفت الحياة الحياة هي محاولة الوصول إلى الكمال فبالتالي تبقى أفكار قد إنها قد لا تكون مقبولة اليوم قد لا يستوعبها المجتمع اليوم ولكن مستقبلا من يدر ألا تنافي الواقعية؟ لا لا طبعا الواقعية خلنا أقولك شيء لما أطرح أنا أقولك هذا ما أراه هذا ما أريد وهذا ما أتصوره لمجتمعي بشكل مهين لكن عندما أمارس الحياة أمارسها بواقعية بطبيعة الحال لا أستطيع أن أكون مثاليا ويحاول أن أكون ولكن هذا لا ينفيل جانب الواقع إما مارستي أو لما أتعامل مثلا سياسيا مع دول أخرى أول عمل الدكتور تركي الحمد كان ترجمة كتاب عن الثورات لدارة طريعة نعم الحركات الثورية كان لي توماس جريم في عام 1986 ودي لو تحكي لنا شوي عن أهمية هذا العمل بالنسبة للفكر الثوري أقولك هذا الكتاب لحركات الثورية المقارنة كان رسالة دكتورة لتامس كرين وعلى فكرة المؤلف كان هو المشف على رسالتي للدكتورة الكتاب أنا قرأته من ضمن قراءات طبعا في أمريكا وهو كتاب رسالة دكتورة بمعنى أنه يحاول أن يبين ما هي الأسباب الموضوعية للثورة طبعا أنت مر سالتيني قبل قليل النقاط الحاسمة في حياتك قبل ما أروح لأمريكا قبل أن أذهب لأمريكا كنا نؤمن بالثورة الرومانسية لما يقال كلمة ثورة يقال كلمة مثل هذه تثير فينا أحاسيس رومانسية يعني فيها من جماليات لما رحت لأمريكا وبدأنا ندرس السياسة الموضوعيا ووصلت إلى مرحلة الدكتورة وقرأت هذا الكتاب الحركات الثورية المقارنة للدكتور داماس كريم وجدته يبحث ما هو أسباب الثورة موضوعيا يعني بعيدة عن الرومانسيات قراءة الكتاب غيرت فيني أشياء كثيرة أزالت الرومانسية من مفهوم الثورة عندي كان لك في مقال في 2011 أو حديث صحفي في 2011 أن من بين الرماد ستخرج العنقاء كانت هذا التعليق على ما يسمى بالثورة في مصر الربيع العربي أيها تجد حسن بارك بداية ما يسمى بالربيع العربي هل خرجت العنقاء اليوم؟ لا طبعا ستأخذ بقت أنت لاحظ أنت بالمجتمعات العربية تتكلمين عن حالة تاريخية لها مئات السنين مئات السنين من القهر السياسي من القهر الثقافي من الكبت الذي يجعل المجتمع على غير طبيعته لكن بعضي يشوف أن الثورة لا يمكن مقارنة الثورة الفرنسية بما حدث أن الثورة الفرنسية كانت فيها مقدمات من الفكر ومن الأطروحات ومن النظريات مثل الربيع العربي الذي قام فيه شباب سوشال ميديا تويتر بعيد عن العمق وبعيده مجرد حماسة شبابية صحيح بس لاحظة الآن المحاولات طرح خطاب سياسي وثقافي جديد يعني شوفي مثلا بعد ما حدث في 2011 الآن في طروحات تقول أبعيد الدين عن السياسة ما كانت هذه المطروحة في السنة هل تعتقد هذه إحدى المكاسب حسا تكون أو مكسب الوحيد خلاله من الأربي العربي؟ لأنه لو لاحظنا كل ما جرى وكل ما يجري في وقتنا الراهن هو من امتزاج الدين بالسياسة داعش على قاعدة على مش عارف إيش كلها امتزاج الدين بالسياسة في لحظة من اللحظات سينتهي كل هذا العبث كل هذا العبث الذي نراه الآن عبثا لكنه هذا كله إفرازات يعني مرى ضربتك كمثال وعفوا على هذا المثال ما يجري الآن هو خراج مثلا معين فوق هذا الخراج والآن كل القادرات اللي كانت متراكمة أخذت تخرج إذا انتهت هذه القادرات يبدأ الشفاق يبدأ الشفاق بهذا الشكل أو بذاك فنعم هذه مقدمة وسينتهي هذا كله وكون المكسب الأساسي المكسب الأساسي طبعا سأتهمه الآن بعد الكلام هذا اتهمهات كثيرة المكسب الأساسي هو أن الدين لله الوطن للجميع والدين لله الدين لله والوطن للجميع الآن نشهد حراك اتجاه موضوع المرأة في السعودية هل تعتقد أن الحراك النسوي سواء كان من نساء أو كان من طرف آخر يتبنى يميناً أو يساراً مع الذكرة في السعودية لتمكين المرأة يستند لقاعدة فكرية ناضجة أم أنها مجرد نشاط إعلامي متحمس ممكن يكون أغراض مختلفة والله ما أقدر أحدد لك بالضبط ولكن في نقطة معينة يجب أن تثار هنا أن المرأة السعودية طبعاً هي جزء من المجتمع يعني فلنتكلم بصراحة المرأة السعودية في كثير من الشؤون مهمشة مهمشة يعني مثلاً حكاية الولاية عليها يعني كيف أثق بها كأم كيف أثق بها كأستاذة جامحية كيف أثق بها كمدرسة وأثق بها كوكيلة وزارة وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك ولي أمر عليها يعني أشياء غير منطقية نحن في دولة هديثة تقوم على المواطنة والمواطنة لا تفرق بين رجل أو امرأة مواطنة مواطنة رجل أو امرأة ومع ذلك لا نجد هذا الشيء صحيح في أنظمة معينة لا تفرق ولكن في الممارسة العملية ستجدين فروقات مهمة جداً سواء في المحاكم سواء في القضاء سواء في معاملات معينة إلى آخرين المرأة السعودية تغيرت يعني الآن لما أنظر إلى الخارج تأتينا أسماء فتيات سعوديات يحققنا المعجزات يعني زي مثل الغادة المطيرية أو غيرها أو غيرها فبالتالي وصلت إلى مرحلة وما ذلك ما زالت تعامل كقاصر هذا غير مقبول هذا غير مقبول يعني ليس جميلاً بحق الدولة السعودية ليس جميلاً بحق المجتمع السعودي المتطور وفي نفس الوقت يعني خليل نقول ببساطة غير مقبول هناك كتاب سعوديين يعني وجهوا نقط للإسلامويين إلا أن الحملة الشرسة كانت يعني يشوفوها أنها كانت أكثر عليك من قبلهم من قبل يعني جماعة الصحر لماذا تركيز على أستاذ تركي حمد والله ما أدري لكن يعني أستطيع أني أجتهد في هذا وأقول مثلاً لما حصلت عام 1995 لما حصلت أحداث الأحداث الإرهابية في الرياض تجميع المجمع الأمريكي وهذا وعام 96 بعدين حصلت في الخبر إلى آخر بدأت أنا أكتب ضد الإسلامويين كانوا في عزهم طبعاً كانت الصحوة في أوجها فبدأت أكتب عن الصحوة وانتقد الصحوة في مقالاتي في الشرق الأوسط في بحوث معينة كنت تلقيها في منتديات ومؤتمرات بعد ذلك خرجت الرواية الثلاثية عام 97 و 98 انتقدتهم فيها كثيراً أيضاً وطرحت أشياء كثيرة مخالفة وطناعاتهم مستمرين بصراحة ذلك كانت تلك الأيام ما كان هناك من يجرى على انتقادهم مباشرة أنا نقضي ليس لأنهم متدينون ولكن قلت هذا نتيجة الأفعال أيام أفغانستان أيام أفغانستان كنت أكتب وأحذر مما يجري في أفغانستان وأن ما يجري ليس جهاد صحابة كانوا يطرحون في تلك الفترة على أنه يشابه جهاد الصحابة وأن أيام الإسلام الأولى قد عاد كتبت وأحذر من ذلك وأن الولايات المتحدة تستغل هؤلاء وتستغل الدين لتحقيق مآربها في الحرب الباردة وهذا كله حصل طبعاً لاحقاً ما كان هناك الكثير يكتب في المملكة أتكلم طبعاً ليس في العالم العرب لم يكن هناك أحد يكتب تقريباً في هذا الشأن فلما بدايت أكتب طبعاً لا بد من توجيه النقد وليس النقد إلا التهجم لأن النقد تنتقد الفكرة أما التهجم فهو السباب هذا منحل هذا ملحد هذا علماني هذا مش عارف إيش إلى آخره واستمرت بهذا الشكل طبعاً تغيرت الأمور وخاصة بعد 2001 وانفتح المجال لنقدهم بعد ذلك وبدأت تتراجع الصحوة والحمد لله على ذلك وبدأت تتراجع الصحوة وخرج كثيرون ينتقدون ولكن باقي اسمي هو الأبرز حضرتك مرأة تتجارب كثيرة كيف ترى نفسك اليوم بعد كل التجارب وبعد المدارس اللي تأثرت فيها أعقل أكثر خبرة أتقبل الحياة كما هي يعني في السابق في السابق لما في مرحلات الشباب ومراحل الحماس الفكري هنقول كان الإنسان مندفع يحكم بكثير من السطحية يعتقد أنه حصل على الحقيقة المطلقة من خلال عدة كتب قراءها أو خلال الإيمان العميق بفكر معين الآن بعد هذه التجارب بعد هذه المرحلة أصبح الواحد ينظر إلى نفسه على أنه لم ينل من الحقيقة شيئا هو مجرد مجتهد قد يصيب قد يخطئ ولكنه في النهاية لا يستطيع أن يقول أنني أدركت الحقيقة كل ما يستطيع أن يقوله أنني أدركت وأنني لا أعرف شيء حضرتك وحيد للوالد وللوالدة ماذا نعكس هذا الشيء على الدكتور تركي الطفل الوحيد للأب والأم التربية الصارمة يعني كانت الوالدة والوالد كانوا يخشون علي لأن الطفل الوحيد أن أكون مدللا فزادوا جرعة القسوة شوي هذا اللي حصلت منه بشكل يعني عامة أن يكون مدلل وليس يعني تربية القسوة لا يعني طبعا أنا لا أنكر الحمد لله أن حنان الوالدين ورعايتهم وحاذا ولكن كانت أمي بالذات لا يعطيها الصحة والعافية كانت صارمة شوي صارمة أكثر من مو شوي لصارمة أكثر من أن لازم تخشى من الدلال أن يفسدني فيمكن زودوا الجرعة شوي ولكن هذا طبعا لا ينفي الحنان ولا ينفي أشياء كثيرة يعني كانت تقدم لي من ناحية الشخصية كنت أتمنى أن يقول لي أخوة أخذ كي أشعر بمشاهر الأخوة وهذا لأن مجرد إحساس وبعض الأحيان على فكرة وقالني هذه النقطة معين بعض الأحيان أحمد ربي على أنه ما عندنا لأخوة والأخوات لأنني الآن أشوف مثلا الصراعات بين الأخوة ومشعرف أيش الأخري أقول الحمد لله أنه ما عندنا لأخوة والأخوات لكن مشاء الله اتعوضت هذا الموضوع بالإنجاب أنجبت أبنائك الحمد لله وأصبحوا أخوتي أصار أخوتك كم عدد أبنائك نعم كم عدد الأبناء أنت الحمد لله ثلاثة أولاد وبنتين من شاء الله يحب بهم الحمد لله هل تعتقد أنه عادة ما يوصف دائما أن الشخص الليبرالي يعني يده طفل أو طفلين الأسر الصغيرة هل كونك يعني كنت الطفل الوحيد هو خلك والله خلنا أقولك يعني طبعا هذا ليس قرارا ولكن قد يكون تأثير نفسي غير خافي ممكن طبعا ولكن هذه عادة مجتمعنا يعني ما عندنا يعني شوفيهم ثلاث أولاد وبنتين يعني ليسوا بالكثير أنا خليهم الشخصية القاسيمية تصف أحيانا على أنها منغلقة أو أنها يعني عندها ما أدري ممكن نقول التوتر مع الآخر أو أد كيف تصف بالحقس بالحقس يعني هي تصف أحيانا بأنها منغلقة أو أنها منفتحة يعني في لا بالعكس لأن بالعكس أنا خلنا أقول كير طبعا فعلا أنا قصيمي وهذا وطبعا تربيت في أسر القصيمية وأصحابي من القصيم وهذا لكني لا أرى هذا الانغلاق الذي تكلموا عنه كمثال على ذلك أنت ذكرتها قبل شوي العقيلات مثلا كانوا يذهبون إلى العراق والشام والأردن ويستقرون هناك وينفتحون على آخرين ويتزوجون من هناك وينجبون ويقولون بالعكس ما كانوا يعني الانغلاق هذا الذي يصف فيه ليسوا مرغلقين كثيرا بل ليسوا مرغلقين على الإطلاق صح أنه يجيك نماذج معينة هذه النماذج لكن الحقيقة هم أناس زي بقية المجتمع طب ساتركي عاشت منطقة الشرقية عاشت حضرتك في المنطقة الشرقية نعم لأن لهجتك يعني كان ممكن تتأثر بلهجة منطقة الشرقية شو السبب أنه يعني لن نرى هذا التأثير في اللهجة والله خلال اللهجة القصيمية إلى المرحلة إلى المرحلة الثانوية كانت لهجتي شرقاوية بعد ما جئت للرياض طبعا واختلقت بأبناء منطقة وهذا صار هناك تعليقات على لهجتي فبالتالي حاولت أن أكون أفضل منهم باللهجة القصيمية فبالتالي هذا اللي حصل يعني ولا تنسي ترى على فكرة يعني أعطيك مثال ترى القصيمي معتز بشخصيته هذا لا يعني طبعا عنصرية ولا يعني التعالي ولكنه معتز بشخصيته طب اللي بدي لو أستاذ ترك لو تحدثني كيف تعرف الوالد على الوالد كيف تعرف أولاد عم أنا أقول كي طبعا أنت ذكرت الأقيلات أساسا كانوا جدا يعني أبو أمي وأبو أبو إخوان إخوة أيام طبعا أيام الفقر والمجاعة هنا هاجروا مع الأقيلات واستقروا في الأردن هناك واستقروا في الأردن هناك وعاشوا هناك بشكل مهين أبو الوالد جدي لأمي استقر هناك إلى الأبد يعني خرج وعمري حوالي 14 سنة ولم يعود تزوج أردنية واستقر وأنجب جدي لوالدي كان يذهب ويجي لكنه لم يتزوج في الأردن تزوج من بريدة وأنجب أبي الجدان توفى الجدان توفى طبعا وكان لجدي لأمي كان بقيل وبنتين منهم أمي اللي كانت الصغيرة والدي كان في القصين وكان يعرف أنه له بنات حم فذهب كي يرعاهم شاف أمي حصلت الشرارة وتزوجوا فكانت النتيجة أنا طبعا طب كيف أثرت شخصية الوالد على السنة التركية الوالد أثرت شخصية أنا أقولك يعني حين أنتي سألتيني كثيرا عن الشخصية القصيمية طبعا هو توفي والد وعمره ثلاث سنوات وتربى بداية حياته في كنف أخواله كان متضايق من هذه النقطة فترك القصيم وعمره حوالي 14 سنة ترك القصيم وعمره على 14 سنة بحثا عن الاستقلال لم يكن يملك شيئا لم يملك شيئا جاء إلى الرياض بعد ذهب إلى الشرقية وبعد ذلك ذهب إلى الأردن وهذا في الحكاية التي تزوج فيها والدي ولدرجة كان يحدثني عليه رحمة الله يعني عشان يوفر كان يدخن كان يقسم السيجارة نصين عشان يوفر بشكل أو بآخر حفروا الصخر طبعا أتكلم عن ابناجي حفروا الصخر حتى أصبحوا يعني في يسر من أمرهم بشكل مهين فأثر عليه هذه العصامية فكان أثر عليه منحي العزيمة الإصرار أن لا تتوقف هذا المصاعب لا تجيك الضربات فتتوقف أنتها بل استمر الضربة أو كما يقال الضربة التي لا تقتلني تقومينها كان تتبادل مع أفكار كان يعرف عن أفكارك شو توجهاتك من ناحية هذه خلنا أقولك لم يكن يعني ما كان منشغل بالمساعدة الفكرية ولكن لما شافني يحب القراءة أو يحب الثقافة كان هو بنفسه يشتري للمجلات يشتري لقصص الأطفال يشتري لأشياء معينة ويمكن لأنه لم يدرس لم يتعلم كان حريصا على أن يصل إلى أعلى المراتب التعليمية بمثل ما هو الحمد لله يعني وصل إلى مراتب معينة في يسر الحياة والأشياء دي كلها طب أثر الوالدة 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 كانت مدرسة كانت من أوائل المدرسات يعني حتى ذكرنا كان لنا منزل في الدمام مكوم من غرفتين لا أكثر مكوم من غرفتين كانت قبل نشوء المدارس الرسمية في المملكة كانت تدرس بشكل خاص طبعا ندرس بشكل خاص لمساعدة والدي في المعيشة مساعدة كان الفقر طبعا هو السيد سيد الجميع في ذلك الوقت فبعد ما أصبحت فتحت المدارس الرسمية أصبحت من أوائل المدرسات ثم أصبحت مديرة مدرسة كانت صارمة تعلمت منها أو حاولت هي طبعا أن تعلمني الإسرار لا أقول الإسرار ولكن الطريق المستقيم حتى يمكن بعض الأحيان بقسوة يعني فأخلقت حس أخلاقي في الداخل عندي حساس جدا متأثر جدا يعني لدرجة أنا أقولكي طبعا هذا عذبني كثيرا الحس الأخلاقي يعني لما الإنسان كبر وأصبح مراهق وأصبح شاب يرتكب بعض الأخطاء يحس بدأني بضمير شديد في بعض الأحيان يعني شيء ما يستاهل بعض الأحيان شيء ما يستاهل يعني شح أنك تضايق علشانك سويت كده ولا سويت كده بس ليس بذاك التأنيب اللي هذا أنا ذكرت هذا بالرواية على فكرة يعني تكلمت عنه بشكل معين فتحس بتأنيب ضمير شديد جدا فهذا اللي أعطتني هو الحس الأخلاقي يعني خلنا نقول معقول المبارغ فيه مبارغ فيه بس كان كويس الحمد لله تجوة طب أستاذكي هل يمعكس كيف يمعكس تصنيفك والمعاركك الفكرية وعلى أسرتك على أبنائك خاصة عندك مثلا بناتك أولادك في مجتمعهم في محفة عملهم أو دراستهم والله سيدتي شوفي أقولكي حاجان بالنسبة لأبنائي وبالنسبة لأسرتي أنا أعطيهم قناعاتي أوجههم وبعد ذلك هم يختاروا يعني عندي قاعدة قاعدة إذا بلغ أحد أبنائي مثلا الثامنة عشرة ما قبل ذلك كنت أوجه أعطي القيم اللي يحاول أني أزرحها فيهم كيف يميزون الحق من الباطل كما عراب الطبع إلى آخر بعد سنة 18 لا أستطيع التحكم فيهم هم أحراب أنا أعطيتهم القاعدة الأساسية البنية التحتية بعد ذلك ماذا يفعلون فهذا شأنهم هذا حياتهم وليست حياتي فإن أخطأوا في يوم الأيام لا يرجعوا يقول الوالد هو اللي أجبرنا على ذلك أو فعل ذلك وإن أصابوا فهذه حياتهم وأهم شيء أن يمارسوا مسألة التجربة والخطأ لأن مهما وجهت أو مهما وجه الوالد أبناؤه لشيء معين الأبن أو الأبن لا يقتنع بالكلام فيجب أن يمر بالتجربة بنفسه كيف فعلا يمحز فيها في داخله فهذه قناعة يعني طب كيف نعكس تصنيفك وبمعارك يعني الهجوم اللي كان عليك أبنائك بحيث في دراستهم في عملهم طبعا في بداية الأمر في بداية الأمر يعني كانت حرب أخلاقية يعني أستطيعنا سفح بحرب قادرة كانت لدرجة كات يعني بس الحمد لله أننا كنا عايشين في تلك الفترة كنا عايشين في المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية بيها أكثر تسامح أكثر تقبل لأشياء كثيرة يعني قد يخالفك الأمر وقد يقادر إلى آخر لكن لو كنا عايشين في منطقة زي المنطقة الوسطى هنا كان يمكن كانت الأمور تسوء أكثر ولكن ومع ذلك كانت تأتيهم كلمات تجريحية يعني فكانوا بعض الأحيان يعني يرجعون إلى المنزل ويشكون لي فأطمع أنهم وأشياء معينة منه وحاولها أخذب خاطرهم يعني بس ما قلت الحمد لله أنه كان كل هذا حدث يعني بداية بداية كتاباتي وبداية الهجوم علي كان وأنا عايش في المنطقة الشرقية فكانت البيئة أكثر تسامح بكثير أكثر تسامح بكثير طيب ماذا تعني لك الأسرة سيد تركي تاني لماذا الأسرة الأسرة الأمان الأمان المستقبل راحة النفس أنا ما أتسوى النفسي بغير أسرتي طيب سيد تركي في جانب دمن الناس تعرف عنك يعني جدلك ويعني صراعاتك الفكرية ومجابهات سؤالي من شقين شق الأول لأن الواحد إذا بجلس معك لا شخصية لطيفة وطيبة ويعني بسيطة لأنك غير ما أنت عليه عندما تجابه الفكرة أو الأفكار في كتاباتك طيب كيف تصف هذا البون في المسألتين لا ما في بون أنا إنسان بسيط زي ما قلتك أنا مجرد أطرح أفكاري ولكن كإنسان عايش حياتي البسيطة ما بين يعني اللقافة المعشر كشخص ما بين السرامة في أنك تطرح فكرة وشدتك أنا لا أجل تناقض لأن العلاقة الشخصية علاقة شخصية يعني أحب أحب شخص معين يحبني أتحامل معه بلطف هذا شيء طبيعي كإنسان ولكن ما أجامل بالفكرة أجامل بأني مثلا أنا نجلس نضحك سوى نشرب شاي سوى نتمازح هذا الشأن لكن لما تأتي طرح الأفكار الفكرة ما فيها مجاملة إما أقتنع فيها بها أو لا أقتنع هذه فكرة فالشراسة هذا اللي سموها شراسة هي ليست بشراسة هي صراحة هي الطريق المستقيم هذا أنا هذا أنا أحبني كما أنا أو تركني كما أنا ما أعطيك شيئا فشيئا ويأتي يوم وتكتشف أني مختلف عما أدعيه يعني اللي تكلمنا عنه زي الله يرحم والدكتور محمد عابد الجابري يعني كانت صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي لا تتوقعين ممكن ما تتخيلينها أنه هذا المفكة الكبير تبين بهذا الشكل وبعدين أحبني أعطيك نقطة كويس أني طرحت هذه النقطة أول ما كنا بداية الثقافة واكتساب الثقافة والأشياء ذي نقرأ لأسماء كبيرة من مصر ولبنان وإلى آخره فكانوا واحد يتمنى يقابلهم يتمنى يقابلها الشخصيات الكبيرة جاءت فرص في مؤتمرات وقابلناهم شخصيا فكنا طبعا في حالة انبهار أمامهم لكن لما تعملنا معهم شخصيا وجدناهم يختلفون تماما عما يطرحونه كأن يأتي أحدهم مثل كالمثال طبعا وليس ويتكلم عن قيمة التواضع وقيم التواضع فعندما تجلس معه تجده في قمة التكبر في قمة الانحضاب في قمة أشياء كثيرة لو واحد يتكلم عن أخلاق وتجده في قمة هذه صدمات تراكمت فلما هاتي أنا بهذا العلاقة الشخصية أنا أفرقها عن علاقة نقاش الفكري إحنا عندنا في ثقافينا العربية يقولك الاختلاف لا يفسد للوضع قضية هذا مفروض يكون ولكنه في الحقيقة هو يفسد إما أن تكون معي أو ضدي وهذه مشكلة طيب السلام تركي عبرني إذا أنا أفتح باب معين فضلي فقدت حضرتك ابني نعم كان من هما ما يرحمهما ابنك طارق اللي أنت تحضرتك تسمى بإسمه أبو طارق ودي تحكيلي كيف كيف تواجه مثل هذا الصدمات أنا أقولك شوالشي بالإيمان بأنه هذا قدر الله القدر الإيمان بالقدر فيه كثير من الأحيان بل في كل الأحيان مريح للنفس أنه ما كان ما كان اللي يحدث لولا أن قدر الله وله أن يحدث هذا الشيء الحقيقة الثانية أنه الموت جزء من الحياة كل يوم نشوف أماموت كل يوم نشوف هذا يموت وذاك يموت افتح التلفزيون شوف المآسي اللي في كل العالم كيف أنه في لحظة في لحظة قد تسقط طائرة ويموت بها في لحظة قد تسقط مرمي المتفجر ويقضي على أسرة بكاملها ويقضي على أناس كثيرين فبالتالي الموت حقيقة من حقائق الحياة إذا تقبلنا بقية حقائق الحياة فيجب أن نتقبل هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الحياة ألا وأن الموت هو الحقيقة الكبرى إذا وضعت هذه الأشياء طبعا هذا لا ينفي الحزن لا ينفي الأسر هذه مشاهد لا أتحكم بها ولكن في النهاية لما تضع أشهد هذين الشيئين بالاعتبار مريح للنفس مريح للنفس كثير لو نتحدث يعرف المشاهد أكثر عن أبنائك أيضا زوجتك الأولى كانت توفية أعتقد بحريق نعم لا ينفي الحياة لن نرى هذا الجانب الإنساني في حياة السادة التركية يعني هناك أخرين لم يركزوا على قوة مواجهات مثل هذه المواقف المختارية تفقد زوجها في حريق قادين تفقد أثنين من أبنائك فودي تحكي لي عن هذه الأحداث يعني ماذا خلفت في حياتك في نفسك خلفت القبول الحياة كما هي كما تكلمنا قبول الحياة كما هي لا تتوقع الكمال ولا تتوقع أن الحياة ستعطيك كل ما تريد لا تتوقع أن الحياة ستعطيك كل ما تريد حط بالك أن الحياة فيها الإيجابيات وفيها السلبيات بمثل ما أعطتك ممكن تأخذ منك إذا وضعت هذه القناعة في بالك ترتاح كثير أما لماذا أتكلم عنها لأنها شأن شخصي وأحزاني أحتفظ بها لنفسي بطبيعة الحال يعني ما ذنب الآخرين كي يشعروا بأساي أساي يتحملوا وحدي أحزني هذا حزني أنا وأتمنى من الله أن يعوضني خيرا بطبيعة الحال وأن يرحم الجميع ولكن حزني لا أحاول أن أنشره على الجميع وكأني أطلب منهم الشفقة أو أطلب منهم هذا شيء لا أفكر فيه بس هناك مسألة قوة الإيمان في مواجهة هذه الأمور مثل ما كلك تقبل الحياة كما هي وتقبل أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى أخذ طب هل تذوق طعم الحرمان كيف هل تذوق دكتورك الحمد طعم الحرمان كثير طبعا طفولتي كانت كلها حرمان تقريبا يعني من ناحية الحمدان الاقتصادي قاسكي سألوا يعني أنا أقولك لدرجة يعني في ذكرى يعني ذكرى معينة ما زالت في ذهني لما كان عمري كما أتذكر حوالي ثمانية سنوات يعني كان الفقر رفيق ونادي درجة أن والدي لم يستطع أن يشتري لي ملابس العيد هذه ما زالت في الذاكرة رغم أن عمري ما أدري سبعة أو ثمانية سنوات كنا في الدمام وكانت ليلة عيد وإلى آخره وطبعا ذلك الأيام كان الفرح بالملابس الجديدة الآن طبعا لا يقضمون لها وزنا فكان الجميع وهذا يشتري ففي يوم العيد صباح العيد كنت متوقع مثلا ملابس جديدة إلا لبستني الوالدة يذكرها بالخير لبستني ملابس يعني هذه قديمة وإلى آخره وتحاول أن تسري عني وأبوي كان برضو من نفس الشيء إلى آخره فطبعا هذا أحز في نفسي طفل ويطلع مع أطفال ولا في ملابس جديدة طبعا هذا كما حرمان حرمان أيضا أنك أيش أنه فيه أشياء كثيرة أشياء كثيرة يعني ما تجي بس على فكرة حكاية الثياب العيد الجديدة هذا عوضني عنها والدي يمكن بعد شهرين اشترها لسيكل صغير سيكل طفل بشكل معين فالحرمان تذوق أنا أعطيك إيها ببساطة الحرمان كان جزء من حياتنا يعني ليس كالآن مثلا كل ما يحتاجه الطفل كل ما يبغي شيء الحرمان كان جزء يعني مجرد الحلوة مجرد الحلوة كانت في كثير من الأحيان أمنية الآن الحلوة مثلا تجدها في كل بيت وكل منزل وكل شيء فالحرمان كان جزء من حياتنا نعم متى بكر دكتور ترك الحلوة نعم متى بكر دكتور ترك الحلوة كثيرا طبعا بكيت كثيرا بكيت حتى وفاة الأعزاء إلى قلبي وفاة زوجة الله يرحمها وفاة أبنائي طبيعا بطبيعة الحال هذا بكاء الحزن فيه بكاء الفرح بكاء الفرح طبعا بكيت لما توفي والدي أيضا بكاء الفرح لما حصلت على درجة الدكتوراه بكاء الفرح لما خلست من الجامعة ورجعت إلى المملكة يعني أشياء من هنو هذا على فكرة أنا دائمتي قريبة يلا يغرق يعني القسبة الظاهرة ماذا تقول لهؤلاء سلمان العودة سلمان العودة عقلية عقلية جميلة ولكن ابتعد عن السياسة ابتعد عن السياسة ولا تحاول أن تمزج الدين بالسياسة فإنك ستخسر الطرفين ستخسر الأثنين دكتور غازي قصيبي الله يرحمه شخصية فريدة لا تتكرر محمد عبدو قال في حفل دبي بأنه يأمل أن يعود للغناء في الوطن ماذا تقول له؟ يريد أن يعود من المنفى أقول له ونحن معك متى يعود الفرح إلى ديارنا ماذا تقول لساتوركستيري؟ الساتوركستيري؟ ألا يمنحوا الصحة قدم الكثير وأنا لهوان يرتاح السابع عثمان العمير مين؟ عثمان العمير عثمان العمير أقول له لو استقبلت سنقول له رجع بي الزمان لعيش له حياتك ما قصة قلم الملك عبد الله رحمة الله عليه؟ عليه رحمة الله هذا الرجل رحمة الله عليه كان رجل نقي يعني كان طاهب من الداخل طبعا لما صارت أول ما صارت الرواية وبدأ الهجوم عليه وأشياء معينة وكانوا يذهبون إليه وإلى الله يرحمه الأمير ناعف وزير الداخلية وأن هذا ملحد ويجب أن يحاكم ويعدم يعني شوف كيف يحاكم ويعدم يعني أسدر الحكم خلاص طبعا فإذا ليش يحاكم إذا فيها بالشكل هذا كان لابد طبعا على الضغط على السياسي أي سياسي كان الضغط اللي عليه يجب أن يستجيب لها فاستدعاني رحمة الله عليه في مخيم في روت خريم ورحت طبعا هناك فكان في مجلس في الأمراء وكانه جالس جلسة عربية تقليدية يسولف سواليف عادية رجل طاهر فعلا لما خلصنا وغادة ما قال لي شيء ولا شيء سولفنا وغادة وإلى آخره وجوقت الغادة قام هو اللي معه يبي يمشي قبل ما يخرج طلع القلم من جيبه وحطه بجيبي وطلع كانت مادرة جميلة كانت مادرة جميلة أي شيء اللي فهمتها منها خلال القلم طبعا لما يطيق قلمه أنا فهمت أنه الله يعينك واستمر بالكتابة ación أقبل هل تقليدية